موسيقى مشاهدين أهلا بكم في فقرة ضيف الزوال جدد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية المكلف بشمال إفريقيا جوشوا هاريس التأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره جادا وواقعيا وذا مزدقية وذكر بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بالرباط عقب محادثات بين هاريس ووزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطا أن الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربية للحكم الذاتي جادا وواقعيا وذا مزدقية كما جدد المسؤول الأمريكي في إطار جولة إقليمية يقوم بها إلى المغرب والجزائر جدد تأكيد على الشراكة العميقة والتاريخية التي تربط بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية نناقش مشاهدين هذا الموضوع ونرحب بضيفنا الباحث العلوم السياسي الأستاذ سعيد بركنان أهلا وسهلا بك أستاذ شكرا أهلا وسهلا لنبدأ إذن بالسياق الذي تأتي في هذه الجولة الإقليمية التي يقوم بها السيد هاريس إلى الجزائر والمغرب وبطبيعة الحال السياق الذي تأتي في هذه الجولة يعرف مجموعة من المتغيرات التي تساهم في تغيير ملامع وجه السياسي والعسكري للمنطقة الإقليمية عموما لكن يعني لو عدنا مثلا إلى صفحة رسمية الوزارات الخارجية مؤخرا قبل هذه الزيارة أكدت بأن هذه الزيارة تأتي من أجل التشاور حول أمن الإقليمي وكذا تأكيد الدعم الكامل للعملية السياسية للسهراء بمعنى تأكيد الدعم الأمريكي للمنطقة المغربية إذن هذا السياق العام هو الذي يؤثر هذه الزيارة بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت لها رؤية عملية وليس فقط تدعيم الميلف تريد وهذا الدعم الذي أكدته من قبل أن تقوم بتنزيله وتدعيمه بآليات واقعية لذلك قامت ببعث نائب مساعد وزير الخارجية للتشاور مع الجزائر خاصة ثم العودة للمغرب لطرح هذه الأفكار التي تم الاتفاق عولها حول نقطتين أساسيتين لأن وزارة الخارجية أكدت بأن هذه الزيارة حول محورين أساسين المحور الأول هو الأمن الإقليمي والمحور الثاني هو الدعم الكامل لولايات المتحدة الأمريكية للعملية السياسية للصحراء هذا المحور يعني الأمن القومي يؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت والربط يعني قصد الربط ما بين هذه المحورين تأكد لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأن الأمن الإقليمي أساسه وعموده الفقري هو حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية والدفع بالعملية السياسية التي يقترحها المغرب كحل هذا نعم طيب الولايات المتحدة جددت تأكيد دعمها مرة أخرى لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره جادا وواقعيا وذلك مزداقية كيف تقرؤون ذلك؟ ما دلال ذلك؟ كل مرة يأتي هذا التجديد الآن يعني التجديد جاء بصيغة أخرى من قبل يعني جاء هذا التدعيم يعني من واشنطن مباشرة موزر خارجية أو مسعدي لكن الآن يأتي بعد زيارة للجزائر وللمغرب بمعنى أنه الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت حينما ربطت وزارة الخارجية في تصريحها قبل الزيارة بين الأمن الإقليمي والدعم العملية السياسية ترى وتؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا بد أن تدخل في إطار خلق نوع من التشور ما بين المغرب والجزائر على أساس أن الأمن الإقليمي أساسه في هذه المنطقة هو حل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء والدفع بالعملية السياسية التي اقترح فيها المغرب ملف الحكم الداتي وبأن حل هذا النزاع هو الضامن الوحيد لاستقرار المنطقة لأن الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت وبعض الأحداث التي عرفتها المنطقة سواء في الساحل جنوب الصحراء أو في شمال إفريقيا حتى في ليبيا إلى غير ذلك ودعت بأن الأمن الإقليمي في هذه المنطقة يهمها بطبيعة الحال ليس فقط لأهمية المنطقة الجيوستراتيجي وإنما حتى أنها ممر مهم للتجارة الدولية وأي نوع من الأحداث التي تقع الآن في الصحراء في الساحل جنوب الصحراء أو في غرب إفريقيا أطرت مثلا على الجزائر أو غيرها من الدول يمكن أن تؤثر على هذا الآن ولاية المتحدة الأمريكية اقتنعت بأن دورها لا بد أن يتجاوز فقط الدعم من خلال الكلام وإنما العمل هنا بالضبط لدي سؤال في اعتقادكم على المستوى الدولي اليوم كيف يفهم وكيف ينظر إلى هذا الموقف الثابت للولايات المتحدة من مخطط الحكم الذاتي ثم من رسائل التي يبعثها للدول ذات المواقف الرمادية التي تلتزم اليوم بهذه المواقف الغير الواضحة تجاه ملف الصحراء المغربية ونننسى بأن الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية المغربية مؤخرا في حشد الدعم لهذا الملف مقترح لحكم الداتي المغرب تحقق بنسبة كبيرة بعد الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى أنك عندما تستطيع أن تقنع دولة عظمى وحينما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية لا نتحدث عن دولة صغيرة في جنوب آسيا أو في إفريقيا أو في شرق آسيا وإنما نتحدث عن دولة يعني اقتصادها كبير يعني دورها السياسي في الأمم المتحدة كبير عندما تستطيع أن تقنع هذه الدولة بدعم الملف كحل سياسي للنزاع المفتعل وأنها أثبتت بأن السيادة المغرب على أراضيه فأكيد أن مجموعة من الدول التي تدور في فلك هذه الدول العظمى غيرت رأيها ورأينا في سنتين الأخيرتين كيف أن المغرب والديبلوموسي المغربية استطاعت أن تشحد أن تجمع دعما قويا من طرف الدول العظمى ليس أمريكا فقط وإنما حتى الدول العظمى في أوروبا إسبانيا، ألمانيا، هولندا، إيطاليا، بلجيكا يعني هناك انتصارات في سنة الأخيرة كانت قاترتها هو الدعم الأمريكي للولايات المتحدة نعم يعني هل نفهم بأنك تتفق على أن الموقف الأمريكي يعني ساهم في خلق حركة ومصار من الاعترافات ودينامية من الاعترافات بطبيعة الحال الحكم الذاتي اليوم نعم حينما تنظر الولايات المتحدة الأمريكية لنزاع المفتعل وتنظر بأنه الحل يتجه نحو اتجاه لا يمكن أن تستيقظ الولايات المتحدة الأمريكية بين عشرة ونضحة أو في الصباح الباكر وتقول بأن فعلا أنا مع هذا الحل إلا بناء على دراسات جيوستراتيجية بناء على معلومات مخابرتية معلومات يعني استراتيجية توجه في المنطقة الأمن الإقليمي كل هذه المعطيات أكدت للولايات المتحدة الأمريكية أن النزاع المفتعل في هذه المنطقة إن لم يحل بهذا الشكل الذي طرحه المغرب فإن هذه المنطقة ستتحول كلها إلى بؤر حاضنة لجميع أنواع شبكات الإجرام التي تهدد الأمن العالمي بما فيها شبكات الإرهاب شبكات تجارب بشر شبكات تهريب السلاح شبكات تهريب مخدرات بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية حينما اقتنعت بالملف المغربي كحل لهذه المنطقة رأته أول من ناحية الأمنية أنه استقرار للمنطقة ورأته كذلك بأنه يخدم مصالح الجيوستراتيجية في المنطقة نعم طيب المسؤول الأمريكي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا جدد التأكيد على الشراكة العميقة والتاريخية التي تربط بين الرباط وواشنطن سؤالي هنا لنتحدث عن تقييمكم الخاص لهذه الشراكة ثنائية الاستراتيجية التي تجمع بين واشنطن والرباط خاصة في الأونة الأخيرة يعني مع توالي زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين للمغرب عندما نتحدث عن العلاقات المغربية مع دول عدمة في التاريخ دائما يعطيها قوة تلك الفرشة التاريخية التي تدعم هذه العلاقات وعندما نتحدث عن العلاقات المغربية الأمريكية لا يمكن أن نتجاوز تلك الفرشة التاريخية والتي يعترف بها حتى الأمريكيين بأن أول دولة مثلا اعترفت بولاية المتحدة الأمريكية هي المغرب هذه الفرشة التاريخية لا يمكن أن تتجاوزها أي دولة في تاريخها وفي قراءاتها الاتفاقيات الاستراتيجية مع أي دول خرى فلذلك عندما تكون هذه الفرشة التاريخية أكيد تعطي دعامة قوية سواء اقتصادية أو سياسية لأي نوع من المعاملات المستقبلية بين الدول وأظن بأنه التعاون المغربي الأمريكي المؤخرا لا يقتصر فقط على ما هو يعني اقتصادي وإنما يتعداه إلى ما هو أمني يتعداه إلى ما هو سياسي التشاور حول ملفات كبرى وبالأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد ما يقع في الساحل جنوب الصحراء وهناك فاعلين أساسي آخرين مثل روسيا والصين ترى بأنه من الضروري يعني تأكيد هذه العلاقة مع المغرب ودول شمال إفريقيا حتى تستطيع أن تواجه ما يمكن مواجهته من الغازم الصين والرسل طيب لنقف عند الشق يعني سياسيا الشق السياسي يعني عندما نتحدث عن العلاقات المغربية الأمريكية نتحدث أيضا عن جوانب الالتقاء خاصة في الشق السياسي ما هي هذه الجوانب وما ركائز هذه الجوانب الركائز الأساسية هي رؤية موحدة حول مستقبل المنطقة الإقليمية عندما تكون هناك رؤى موحدة يتم الاشتغال على آليات بأريحية بشكل تشاوري وتنسيقي هذا التشاور والتنسيق لا يمكن أن يكون حاضرا إلا إذا كانت رؤية مستقبلية موحدة للمنطقة الأمريكية الإقليمية وأظن أن الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب يشتغلان على هذا منذ زمن بعيد ليس الآن في التحولات التي حدثت مؤخرا وإنما كانت لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب رؤية مستقبلية للمنطقة الإقليمية قوامها الاستقرار لأن الاستقرار هو الضامن وهذا اقتناع حتى المغرب وليس الولايات المتحدة الأمريكية اقتناع أن المغرب أن الاستقرار هو الضامن الوحيد للاستقرار الأمن عفوا هو الضامن الوحيد للاستقرار السياسي والأمن والاستقرار السياسي هو الضامن الوحيد لاقتصاد قوي يعود بالمنفع وبالتنمية الولايات المتحدة كذلك تشيد دائما بجهود المغرب في تسوية العديد من الملفات نذكر مثلا الأزمة الليبية نذكر كذلك الأزمة في منطقة الساحل وكذلك القضية الفلسطينية ما الإشارات التي ترسلها واشنطن من وراء هذه الإشارات؟ هذه معطيات لا يمكن أن تتناقض مع بعضها لأنها لو لم يكن المغرب دولة فاعلة في محيطها الإقليمي لم استطاعت أن تتدخل في مجموعة من ملفات لحلها وعندما اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية للمغرب اتجهت له على أنه دولة فاعلة وقوية وممكن أن تكون مدخل للمجموعة من التكتلات الإقليمية التكتل الإفريقي تكتل شمال إفريقي الذي يساعد على فتح نقاش وحلحلة مجموعة من ملفات بما فيها الملف الليبي وتكتل عربي ومدخل كذلك لمحاولة تسوية الصراع الأبدي العربي الإسرائيلي بما فيه حل قضية الفلسطينية نعم الباحث في العلوم السياسية الأستاذ سعيد بركنان شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيح نعم شكرا ختام فقرة ضيف الزوى المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة